السلام و مرحبا بكم الناس الكل في الفيديو اللي يستنعوه البشر لكل بطولة قوية لكن هالمراضية مختلفة تماما على خاطرنا في كأس العالم أعظم بطولة على الإطلاق توقعات كأس العالم المرضية من يشتوقع مجموعات برك باش نتوقع شكون بطال الكأس العالم unsure اللي مش بدون مجموعات حتى النصوى للنهاية و نتوقع بطال الكأس العالم. الفين ثانين و عشرين. في قطر نلاعبة سخوة السناع أول مرة كأس العالم باش يصير في التاريخ في الشتاء الكأس العالم المختلفة كأس العالم في دولة البقية وهذه حاجة باهير العربي لكل انشاء الله باش تكون هذي احسن نسخة في كأس العالم عبر التاريخ نظرا الاستعدالية الكبيرة اللي عملتها كأس العالم المرضية والمصاريات الكبيرة من الافضل على الإطلاق إذن خلينا نبدأه نحكيه عن توقعات متاعنا باش نبدأه بالمجموعات نتوقعه يكون متأهري من المجموعات وبعد نمشيه لأدوار متقدمة ونتوقعه يكون مشتأهري من كل مباراة نبدأه بالمجموعات الأولى اللي يضم من منتخب قطر منتخب الإكوادور منتخب السنغالي ومنتخب هولندا خلينا نحكيه عن فراق بتاع المجموعات ذي المنتخب القطري منتخب بداي يبني في يروحه خصيصا للموسيبقه ذي معنى يقبل ما كانش منتخب القطري عنده إشعاع كبير لكن خمس سنين التالي ولا يخدم المنتخب القطري على الموسيبقه ذي في اليوم ش نظم موسيبقه يزم يقدم مواجهة مواشرة في الموسيبقه ذي موسيبقة كأس العالم المنتخب القطري بداي يحضر المنتخب متاعه عنده مدة والمشاركة متاعهم في كأس العربية اللي فاتت ما كانش خايب بوصله نصف نهائي وكأنه قرابيس بشطر النهائي معنى بعد كلماتش مع جزير المنتخب القطري اللي بديه من فيه منتخب جيد مع المدرب الإسباني سانشيز اللي المدرب هذي معنى وارح انه يحب يعمل مشروع به مع المنتخب القطري بديه منذ مدة وهو واسلتوا على الاسر المنتخب القطري وارح انه يجيبه المدرب الإسباني من أجل كأس العالم هذي كان تقول عن المنتخب الهولندي In Agene من افضل المنتخب personalities يتلعب كرة صحيح المنتخب الهولندي الساعات يغيب عليه التركيز فى مقابلة مهمة في اليورو في اليورو الفات تقريبا غاب عدمه في لقبة المجموعات في دار السلطار الغاب التركيز على المقابلة واحدة فى الأml وطلقاء الأfind الهولندي نفسه خارج اليورو كان المنتخب الإكوادوري منتخب الإكوادوري فى التصفيات امريكا الجنوبية كان عمل انتليق أبنى ياسر وخياته تأهل الكاس العانا في الكوبا الأمريكا الاخيرة للمنطخب الكوادوري ناحسن على الكوادوري هي أقبال المنطخب الفياتو لامتخب السينيغالي بطال إفريقيا بطالات أهل الكاس العانا على هساب المنطخب المصري تشوف ان تلاعبين المنطخب السينيغالي توقعهم اغلبية فراق أوروبية هنا كايش المنطخب السينيغالي يعتبر من فراق الإفريقية اللي قد تعمل حاجة في المنديلها ستوصل للارو 16 او غياب ساديو ماني يسير مؤثر ليسير حيث غياب ساديو ماني يوه الشائل مؤثر يسرا حيث ساديو ماني من اللاعبين افتح ضدنا وبالتأكيد قام بح방يون في كبير فما احضر نجم للتوائم وكي نحكي عن المنتخب السينيجالي فهنا مؤثر ياسر وكان هو احد اتبابة رئيسية اللي خلالت المنتخب السينيجالي ويتوج بالكأس الأمم الأفريقية اللي فاته ويتأهل الى كأس العالم 2022 اذا في مجموعة ذية انا نقول هولندا في مركز الاول وذيه بشكل وارع معناها ما منتصورش واحد معناها من اغزب المتوقعين كل حطوا هولندا في المركز الاول ما منتصورش حاجة غريبة ياسر المنتخب الهولندي بشتأهل المركز الاول مجموعة ذية ممكن سر مفاجه ولكن وعندما تم اتمنى عن المنتخب السغرف في المجموعة أضرية وكي نحكي من المنتخب مركز كامل به مركز اخرى فاني نتوقع ان كامل logisвод ادام المركز ثاني معناه انا نتمنى ان منتخب القتل يتاهل منتخب العربي يتاهل تاوال STRTاش ما نحاسف الغeter المنتخب السينيجالي قادر على حسم التأهل في مجموعات الازريjak وي نموعد الاختيار تحسم المتادة القطر اعزته فيه مجموعة ذية وما نتحيزها الاجت 나�ür و Lynaris أولاندا لودا السيني قرس ثانية قطارين في المركز الثالث والمنتخب الإكوادوري في المركز الثالث هذه توقع المنموع هذي الولنية في كأس العالم نتقل وفي شهكية عن مجموعة ثانية في كأس العالمية ان يضم منتخبات انجلترا المنتخب الإيراني منتخب الامريكي ومنتخب ويلز المعروف بمنتخب غارت باياف هذا الشيخ ايران نحكيو على المنتخبات هذه الكل المنتخب الإنجليزي منتخب بصحيح أنا ما يعجميه يسر كأسلوب الملعب كمدرب ساوث جيت ما يش موافقه برشا حاجة تخصفين في المقابلات ولكن بشكل عام منتخب يرث في الاحترام منتخب الإنجليزي وصل النهائي اليورو اللي فات وصل نصف نهائي تأس العام اللي قبله معنا يفيد المونتاج معنا لاحظوا إلي المنتخب الإنجليزي صحيح أنا ما يعجميه يسر متصرفة المنتخب الإنجليزي إنو كان في برشا مرات نجمي ياخد لقب حتى في اليورو اللي فات كان نجميه اللقب بسبب فلسفة ساوث جيت وبعد اختيارات الخاطئة الcemosاء خلا المنتخب الإنجليزي يخسر اللقب ذايا ولكن منتخب الإنجليزي أظهر في إحتناف بشكل كبير في الأع gerade المنتخب الإيراني منتخب الإيراني هذه يعيش مشكلة هي السياسية الداخل المنتخب الإيراني مع لاهو في اختيار المدربين و أختياراً pretiter إيش المنتخب الإيراني في الأيام الأخيرة ولكن برغم المنتخب الإيراني من المنتخبين إسرائي لكيس العالم ديما تجعل الكيس العالم لقد أозя أيضًا يكونuan ولكن ديما منتهب يحضر في الركاس العالم ويثبت أوجود منطقب إيراني عنده خبرة كبيرة في كأس العالم في السنين الأخيرة كي نحكيه على المنطقب الامريكي فإن المنطقب الأمريكي يبدأ يتكون في انطقاب جيدا وسيכול하기 في كأس العالمي 2010 غابوا على كأس العالمي 2014-2014 ورجعوا شاركوا في كأس العالمي Special President 2020 المنطقب الأمريكي عنده بعض الاسماء جيد declare المحترمة ، مش قولوا اسماء ن những بحي ياسر ولكن بعض اسم المحترم على رأسهم بوليزيتش على لعب ديست لعب ميلان معارم برشلونة ضمن نجوم منتخب الامريكي ولكن المنتخب الامريكي ما أقول لكم ما زال معناه هي قاعد يبني في روحه وقاعد يتاور لأنه كما تعرفوا امريكا ما ليش رياضة الشعبية الأولى بتاعها كورت القدم هذلك يعني تتلقى الاهتمام بكورت القدم قليل شوية من الامريكيين للمصابقة هذية معنى كورت القدم كي نحكيوا عن المنتخب الويلزي المنتخب الويلزي منتخب كان هذا في اليورو اللي فات وخرج من المجموعات وكيس العالم ما ليش متعاود يشارك فيه للمنتخب الويلزي المنتخب الويلزي تقريبا عنده بعض معنى نصر جيدة قربيل ساعات يعطي مع المنتخب متاعه وبنسبة كبيرة معنى تشوف انت كيفش يلعب مع الرياض في سنين الاخرين قول هذلك اللعب نسير الكورة جملة ولكن يجيب المحافلة الدولية يجيب مع المنتخب الويلزي يتحول جملة اللعبة ذاية ويقدم مستوي جيد جدا فاة منتخب المنكثure الامريكي بش Rangers المجموعة الثالثة اللي ضم منتخبات الارجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا الان المجموعة الى تقريبا صعبة جيدة ري permanenteеVEN dirigeسي على المنتخب السعودي المنتخب السعودي 80% في مجموعة الينهيرية ولكن صعبة صعبة مجموعة شكرا للمنتخب السعودي اللي اتضر gravesان الغارمة تقريبا الارجنتين اللي تعتبر أمر Wizards اعتبر من مراشحين الكأس العالم نتحدث عن في البولندي ، تطور المنتخب بولندي من الارض الصحيح مرش كالمنتخب اللي يحقق في معلقة جيدة العملة الاسنين الاخرانية دير هناك هذية بولندا اللي بالتأكد من الشيء ولكن اس إجراء العالم يخرجوا من دروwan المجموعات slice of paper في اولوكك تلكية العالم الساعة للمتخب بولندا الشيء فيقل المنتخب بولندا 문제 منتخب الصحيت كل عم لويş ولكن الشيء العام من بولندا مراشت المنتخب 명تخب يقوم كم شخصة محافظة لقيلا دول likelihood الن喜 وهو أحد أسباب لخريطة ألمانيا يتخرج من دور مجموعات ديما يقدم تقريبا مكسيك عندهم تقليد أنهم يتأهلون دور 16 كل ما يشيركم في كلاس العالم تقريبا يتأهل دور 16 المنطخب مكسيك تقليده كبيرة ليس في كلاس العالم المنطخب السعودي كما قلت لكم من سوء حظ ناطح في المجموعة هذه صحيح ما المنطخب السعودي معاير ذي لونار تحصل المستوى بتاع المنطخب هذه بشكل كبير ولكن من مجموعات مثريا نتوقع تأهلب منتخب الأرجنتين ماكز الأول والانتخب المكسيك ليس منناه ساحب ماكز الثاني تشيري去了 المجموعة 4 هنا على الغالب إن ماضيك في مجموعة أب środية التضم منتخبات فرنسا منتخبه كالذي منتخب إليه Ridge والدنماك ومنتخب استراليا سيعين定 من الـemos بل سيفمهن يتوقع على المجموعات مثلت لانه كله دائما sole ومعناه حتى واحد يحب يتخلص من العاطفة للمنتخب التونسي ولكن بشكل عام بجليل عاطفة واشتخلب عليه شوية في الاخر المعناه المنتخب الفرنسي منتخب بطل كأس العالم ناحية اسماء اسمي جيدة جدا للمنتخب الفرنسي المنتخب الدنماركي منتخب بصراحة من لحس المنتخبات التالع بكوره السيح المنتخب الذي ماندوش نجوم هجوم في الهجوم تيشوف اسمي في الهجوم ما تلعش فمن وجوب كبيرة للمنتخب الدنماركي ولكن المنتخب الدنماركي عنده مستقوي ومنتخب دنماركي منتخب يلعب جميعين بشكل جيد ويلعب في كوره به المنتخب الدنماركي ومن احسن المنتخبات تلعب في كوره في اوروبا تلعب المنتخب الدنماركي وكي نحكيه على المنتخب استراليا فانه المنتخب استراليا منتخب عنده حاجة مهمة يصير يلعب عليه واهم نقطة قوة للمنتخب الاسترالي هي الكورات الهوائية والثابتة المنتخب الاسترالي يعتمد برشا على الفيزيك او الحكاية على البنية الجسمانية اللعبين متاعه ويعتمد برشا على الكوارات العالية والتوزيعات ورقنيات هذك هو أهم أسلوب لعب من المنتخب الاسترالي كي نحكي عن المنتخبنا التونسي انشاء الله انشاء الله يا ربي يريش لي انشاء الله نجمه نترشح نجمه نترشح وله احنا لدو 16 متاع كاس العالي معناها فهما امل فهما امل صحيح كيتحكي انت اللوجيك ياسر أنه فرنسا يسترشح وديماركو يسترشح لكن يبقى فما أمله ويبقى فما شانس للمنتخب التونسي أنه يتأهل درسه 13 لكأس العالم بحسب رأينا تتوقع المنتخب الفرنسي يكون صحب مركز الأول ولعنت البطل والحكاية ذي كل الإنساء خاطر ما نتوقعش بتصير صنع دي متعرفة فما لعنة عرفت على البطل في 1998 فرنسا في كأس العالم في 2002 خرجت مدر مجموعات البرازيل كسرت القادرية في 2002 فجست باللقب وبعد ما اخرجش من در مجموعاتي 2006 ولكن اللعنة ذي راجعت بعد 2006 إيطار يتتوجل في كأس العالم وما تتأهلش مجموعات 2010 إسبانيا تفوز في كأس العالم 2010 وما تتأهلش من مجموعات 2014 2014 عالمانيا تفوز في كأس العالم وما تتأهلش في كأس العالم ما هي تقريبا لعنة البطل التي تواصلت على ميديد ثلاثة كورس عالم وربع عرضهم ولكن نتوقع الموسم هذية والعام هذية بش يتم كسر القاعدة هذية وفرنسا يتأهل في المركز الأول وفي المركز الثاني يتأهل من حابش نقول لأنه ما حابش نقول لها شكوم بيش تأهل في المركز الثاني لكن والله هذية عارش مانا يعني مانعش ولا يعني ما حطيتش يعني ما ليش حط ورقة معنين مش نقول شكوم بش تبقى كل التوقعات نعم فيهم توا مانا حسب رأيين توا نخف القرارات توا وقتين نتوقع في فيديو ان نخف القرارات متع المنتخبات المجتهل ان fil الدور القادم لا عد strateghe ما لا نجبbout نتوقيع المنتخب دلماركي بشتهل الدور الثاني من كأس العالم والله كثير من التوقع من الرجم اشتعاد ديما انا عادي فيه بالسير التوقع ريما نتوقع المنتخب الدول ماركي بيش تأهد الى دول 16 من كأس العالم نمشي للمجموعة الخامسة اللي يضم منتخبات قويس اسبانيا والمانيا ومعها اليابان وكوستاريكا ما انا صراحة نشوش فيها فلسفية فيسر المجموعة ريما حط المنتخبات الالمانيا والاسباني هم اهلين الدول القادم لكن نكون صراحة بناكز الاول ان توقع الريكي مع كورتو جميلة اللي يقدم فيها مع المستوى اللي يقدمه في اليورو دي فيت مع وصوله الى نهاية دول امم اوروبي لفيتر نتساور الريكي قاد يلعب كورا بها صحيح باشا انتقالية جيل الريكي على اختيارات نتاعه الكل ولكن الريكي لاحيل العطفة الكل وخاصة جميعه الريان نحكيه في الحكاية الريا من احضر المنتخبات تلعب كورا في العالم تفرجوا انتما تفرجوا في طريقة اللعب تفرجوا فى الاستحوارات على المنتخب الاسباني تفرجوا كيف Haut survives الاسبانيا ، كانت كل الإسبانيا أحسن منتخب للعب لكوره في اليورول لم ي требakte من النصف في وجود أن الس 이유 في اليورول Junkar ما هو المجموعة السلسل اللي ضمن منتخبات كرواتيا، كندا، بلجيكيا والمنتخب المغربي؟ بتبعى نتمنى التوفيق المنتخب المغربي والمنتخب العربي معناها في المجموعة ذي المنتخب بلجيكي منتخب مهوش في أفضل حياته المنتخب بلجيكي مهوش في مكيمة بلجيكا في 2018 ومهوش بلجيكا في السنين اللي فيتو بلجيكيا تقريبا بدأت تضعف النوات المنتخب القوية اللي بنيه في 2018 تقريبا من أفضل اللاعبين في فراقهم كانوا في الفيثمونتاج المستوى تحمل ربض بموصمرية ومعات كما تقبل الجملة دي برين فقط تبقى من اللاعبين اللي حافظوا على مستوى مقارنة بالفيثمونتاج هذك عش تصالوا المنتخب بلجيكي مهوش منتخب اللي كان في فيثمونتاج في كاس العالم الأخيرة كان نحكيوه على منتخب كندا منتخب كندا معندوش تقريد في كياس العالم كان دا عندهم اللاعب في تعديل ب expect الد spectacle البيان اليوقوب الأخرة لكن نحكيوه على المنتخب المغرب منتخب المغرب من المنتخبات اللي عندوم اسيمة بها المنتخب المغرب صراحة متشوف انت المنتخب المغرب سحيح معندوش توفيق كبير في المصابقات الأخيرة على غيراء الكندلي فاتع موسيقى كبيرة وخارجوا ضد منتخب مصري وكان هم وراشحين يفوزوا الكلاس فريقا اللي فيه ساعتار جدا كان هم وراشحين يهدوا اللقب وليك كيف خارجوا من دوسوا طالب فريقة غريبة معناها المنتخب المغربي دي ما عنده سوء حظ وقف كبير في المسابقات هذه المسابقات اللي معناها بطولة مجمعة دي منتخب مغربي يلقى فيه مشاكل وميت أهشل القادمة إذن في المجموعة عرضيا نواقع أنه منتخب الجيكا بشكوف مركز الأول ومنتخب كرواتي بشكون مركز الأولي بسراحة نحب أن يقتاهل المنتخب مغربي بسراحة نتوقع مرتخب كرواتي بشكون صاحب المركز الأولي نظر أن الخبرة الكبيرة تتسبها في كأس العالم اللي فيتت عنده لاعبين بهين منتخب الكرواتي مهارش 2019 مهارش جيل تعفين 2018 للكرواتيا ولكن نتوقع أنه كرواتي بشكون هو صاحب مركز الأولي وبشتاهل في مجموعة ضيئة إذن نمشي إلى المجموع السلسة اللي يضم منتخبات البرازيل سربيا سويسرا والمنتخب الكامروني إذن هنا مجموعة ضيئة تقريبا في المركز الأول إذن نمشي إلى الفراق الأخرين إذن نحط لبرازيل في المركز الأول لأنه هو ورح المنتخب برازيلي هو المراشح الأول لكأس العالم عنده أفضل سكوار للمنتخب برازيلي المصميرية إذا كأش توقع أنه برازيل ستكون صاحبة مركز الأول بسهولة كبيرة تقريبا تحضيرات ودية للمنتخب برازيل المجموعة اهضية اللي جيت فيها في الكأس العالمية ما رديش فريق معناه فريق خوف يسر السريح ممكن تعالي شوية مع سويسر ممكن تعالي معها شوية سربيا ممكن تشدله شوية دفاع وتعالي معها شوية لكن بشكل عام توقع ما هيشكل مهمة صعيم ليسر للبرازيل باش انا تتأهم مجموعة اهضية اذا المنتخب ساحب ماكستين في مجموعة اهضية كاملوني نستنيها مع المنتخب الكاملوني ذيما مع المنتخب الكاملوني اقل مست compra من سربيا وسويسرا كالس لازل منتخب الكاملوني ببينات سربيا وسويسرا لعب احضب سويسرا خبرة كبيرة لسئلة منتخب من كأس العالم ذي الفيت كيف 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 كيما اليورو الذي الفيت ضد كيف كيف وصل له خارج فرانسا وصل للأوروب كان المنتخب السويساري منتخب السربي لعبين واعدين بيسر وخاصةًن Avmari كما نحكيه علي او أجوrob ولا لعبة روفيتش لعب فرهاما لعبة نظوم زوج نجوم المنتخب السربي لكن نمشي أنه سويسر هي بشتأهل داود السلطاش من دراكس العالم هذية نمشي مجموعة الأخيها اللي يضم منتخبات كوريا الجنوبية غانا البرتوغال والأرقوي إيران البرتوغال تقريبا من السكوار اللي عنده بيه ياسر المنتخب البرتوغالي عندها من أفضل اللاعبين في كل مركز كي تشوف أنت من نجوم المنتخب البرتوغالي تحكي على وانه بالدفاع روبين دياز من أفضل المدافعين في العالم تمشي على الجهة اليمين تلقى كان سلو من أفضل اللاعبين في العالم من الجهة اليمين من نجوم السعدة في مراكز الظهر الأيسر كي تحكي في رسل ميدان برنالدو سيلفا تحكي على برون فنانديز تحكي للعبين في أفضل مراكزهم مع أنك تحكي عن طريق اللاعبين في مراكزهم عند المنتخب البرتوغالي كي تحكي على هجوم رافع اللي او ينقضي في مصر 16-20 على ميلاد وما ننسيوش بتبيع الدونك لسير رونالدو وما ننسيوش كيف يجوها وفيليكس يلا النجوم في أغلب مراكز للمنتخب البرتوغالي إذا للمنتخب البرتوغالي في المعارضين نتوقع بشي كون سبب وصلح بماكز الأول المراكز الثاني يمشي للمنتخب الأوروغواي نتوقع هنا الخاتر المنتخب الأوروغواي زي كعنصر عنده عرنصر بها يسر ومراكز حيصر العنصر بشي تقدم يسر غانا وكل جنوبية ليقادة فرع منتخب الأوروغواي وبرتوغال أوروغواي عندها فالفردي عندها أراوخو عندها نونيز عندها لويس فوريز سيحة فوريز موس فوريز ولكن برغم لي يبقى مواجه مواعدي في المنتخب الأوروغواي وقادة فرع في أي لحظة من مقابلة إذا كانت توقع فورتوغال والأوروغواي بشي كونهم متأهنين في مجموعة هذية ثم نحكيه على دور 16 ونعنى ثمانية مواجهات من العيار الثقيل نحكيه على هولندا وامريكيا نحكيه على أرجنتين والدنمارك نحكيه على إنجلترا والسينيغال نحكيه على فرنسا والمكسيك إسبانيا والكرواتيا البرازيل والأوروغواي بلجيكيا والمانيا والبرتوغال والسويزرا ثم نبدأ بمقابلة الأولى من بين المنتخب الهولندي والمنتخب الأمريكي نتصور أن هذه هي المنتخب الهولندي صحيحة أهلة أمريكا من المجموعات لكن لا يجب أن تتجاوز عقابة المنتخب الهولندي إذا المنتخب الهولندي بيكون أول منتأهلين يدوروا عن نهاية من كأس العالم إذا نحكيه على المقابلة الثانية الضم منتخبي الأرجنتين والدنمارك مقابلة كأسحي إيسر بصراحة الأرجنتين منتخب تحسن إيسر في السنين اللي فيتو والدنمارك منتخب كما قلت لكم بيما حكيت حلالي في المجموعات يلعب في كورة بي إيسر لكن يمشي مع المنتخب الارجنتيني ميسي بشواصل حلم متاعه بشتأهل يدوروا بنهاية في الكأس العالمية المجموع من المقابلة الثانية اللي يضم منتخبين إنجلترا وسينيقال صحيح السينيقال قلنا عندها حضور بشتقدم في المنصيب قهرية لكن مع سقوطها مع المنتخب إنجلترا في دور السوتاش نتوقع أن إنجلترا بشتكون هي استحابة التأهل وبشتأهل الدور القادم سيح أنجلترا ممكن تعالي شوية المنتخب السينيقالي لكن نتوقع أنه إنجلترا بشتكون هو المتأهل يدوروا بعنهاية من مصيب قهرية نمشو مقابلة فرنسا والمكسيك إذن الفير قوالة تقريبا بين فرنسا والمكسيك فرنسا منتخب عناصر بي إيسر مكسيك ومنتخب بيقلق المكسيك ومنتخب بإشارة في كأس العالم مقلق بص المنتخب العالمية في السن اللي فيتو لكن نتوقع عن المقابلة ستتر aproveох Dragon في إعليمwe نتوقع عن المقابلة معبليات المنتخبين البرازيلية ومنتخب الechوي ذات المنقبلة امريكا الجنوبية متاع الكوبا امريكا وكالسهريات تعليل بيت المنتخبات البرازيلي والمنتخب الأرقوي إذا نتوقع معناها صحيح الأرقوي منتخب عانيد بشي قلق المنتخب البرازيلي لمنتخب الأرقوي وممكن ياسر زدي هزهم الاكستراتايم ولكن كما تعرف المنتخب الأرقوي متعود ياسر في سنة الأخيرة قبل المنتخب البرازيل ولكن نتوقع أن البرازيل هي بتكون متأهل لتدور ربع نهائي من مصيب القهرية نحكي عن موقع بلقوية ياسر وكالسهريات أقوى بقرر فيدار السوتاش البرازيل المنتخبية بلجيكا وألمانيا كما قلت لكم بلجيكا متاع الواصم هذي معيش بلجيكا متاع السنين اللي فيت متع في ثلاثة وفين وربعتاش وكالسنين الأخيرة متع الجيل التاريخي متاحهم ألمانيا منتخب بداية قدر في نواية بيه مع المدارب هانزي فليك تحصل المستوى متاعه كما تعرفوا هانزي فليك مستاني سيسر بلاعبي بايرنميون خمتاع أقبال يلعب أغنابري ثانية كل اللاعبين داربهم مع البيانة الموسم الماضي هذي كان موسم من قبل الماضي عفوا نتوقع في المقابل هذه أنه منتخب أرماني يشتأهل على حساب المنتخب بلجيكي نمشون من المقابل الأخيرة لضم منتخبي بورتوغالو سويسرا السويسرا السراحية منتخبي يقلق قلق قيصة الفرنسا في اليورو اللي فات وخليهم يخرجوا من دور 16 لكن توقع بورتوغالوش يلقى مشكلة كبيرة باش يتأهل دور ربع نهائي على حساب منتخبي سويسرا نمشون المقابل الأربع النهائي اللي ضم منتخبي هولندا والأرجنطين إذن منتخبي هولندا والأرجنطين هم مغابرات هذي اللي نهيها في كأس العالم 2040 في الناس في النهائي التعاود مقابل هذه في كأس العالم 2022 في ربع نهائي كما تقول لكم منتخبي هولندا يمنتخبي بيهي ويعفق بيهي لكن ديما يريب عليه كالعنصر الحسم في المقابلات المهمة وفي المقابلات المارسيرية ديما تلقى على غلطة كي يخرج من الأدوار المتقدمة في المسابقات القرية للعابة في سنة الأخيرة إذن نتوقع الأرجنطين مشكلة هولندا والمتأهل من المقابل هذه وبشتأهل دورنس في نهاية أو الواصلينس في نهاية ومنتخب التانجو بقيادة الأسطورة اليونال ميسي إذن نحكيه واحنا على مقابل ميات المنتخبات الإسباني والمنتخب برازيلي إذن إسبانيا قد يطلق لكم متعب كرة بيها وقدم كرة بيها وكل شيئ ووقل ببرازيل ممتخب أطوى من دون نجوم كبيرة يعني البرازيلي قادر ب будете قد ناجم متدة أنه يضرب منتخب الواصل بومن資ئولة ومنتخب الإسباني ما تعرفوا يحابين يستحوض على الكرة لكن سيارو في الموقف الماتي 구ديمات الممتصب الإسبانيي ليستيحوض على الكرة ثم المنطقب برازيلي بثانية نيمار السرعة digit meinenلياسية قالت أنه يقضي ع LIVE أسباني إذا كنت توقع أن المنتخب برازيلي يكون المتأهل يدونس في نهاية على حساب المنتخب الإسباني إذن نحكيه على مقاربية المنتخب الإنجلترا ومنتخب فرنسا مقابلة الرئيس كلاسيكية متعقبال يعني مقابلة المنتخب الإنجلترا ومنتخب فرنسا إذن المنتخب الإنجلترا تحسن ياسر في مصابقة القراءة الأخيرة ولكن كما قلت لكم عادة علامة تسفهيمة كبيرة عن مدارب ساورتغيت ومدارب ساورتغيت هو يفلت في حول من برشة اللاعبين الإنجليزي عنده جيل كبير ياسر للمنتخب الإنجليزي المنتخب الفرنسي منتخب عنده اللاعبين بيهين وكيف كيف ديشانه بزيده كالمدارب ما يعجبش في اختيارات متاعه وتريكة لعب بتاعه لتثابت المقابلة ذي أن المنتخب الإنجليزي بيكون متأهل يدونس في نهاية على حساب المنتخب الفرنسي إذن نحكيه على المقاربية المنتخبين ألماني والمنتخب بورتوغالي المنتخب بورتوغالي يقول لكم منتخب يلعب عنده الإعناصر بها ولكن المدارب بتاعه مواش كالمدارب اللي قادر يلتصر على هانزي فريك كذلك عايش نتساور منتخب ألماني باللاعبين عنده متاع البريان متاع قبل ونتساور لأنه قادر بشيكون هو متأهل يدونس في نهاية إذن كايب بعد الاختيار هذي يلقى الزوز مقابلات تنس في النهاية اليوم مبارتين مبارات كلاسيكية بتاع قبل معناها ومعروفة هيس المقابلات بيت المنتخب البرازيل والمنتخب الارجنطيني وعداوة تاريخية اخر مواش تقابلوا في نهاية كوبا امالي كمتاع 21 فرس بير الارجنطين إذن عندي شوية عارفة المنتخب الارجنطيني باتباع الخطرين كما تعرفوا أنا نحب اليوني الميستي ونحب اليوني الميستي نشوفوا هلس كاس العالم الأخيرة لديها المنتخب البرازيلي منتخب معناه من العناصر عنده أحسن سقوات تم اقيل كمعروفة لكن أمنام المنشي مع المتخب الارجنطيني منتخب الاعتنالي العارفة عنده أكثر الرغبة، عنده أكثر رفاع، هذي يجب اليوني المنتخب الارجنطيني يتاهل ان يرت بنسل العالم على حساب المنتخب البرازيلي ي鼓أ الم Caretie Laフaytie في دور الأمم الأوروبية مبارس بأمم بيات منتخبات الإنجلترا وألمانيا وهي المقابلة هي في يورو 2020-2020 اللي تلعب في 2021 وانتصرف فيها المنتخب الإنجليزي ثاني بليش وقتا في المقابلة المتعدة والسلتاش ولكن في المقابلة نتوقع أن الوضع يكون مغاير والمنتخب الألماني يكون متأهل إلى نهاية كاسعار من حساب المنتخب الإنجليزي إذن نحكي عن مقابلة المركز الثالث قبل أن ننشون نهاية في مقابلة المنتخبات البرازيلي ومنتخب الإنجليزي نتوقع عنه المنتخب البرازيلي بيشكون هو صاحب مركز الثالث مجموعة في المقابلة هذه في المنتخب الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي بيشكون هو صاحب مركز الرابع إذن نحكي عن النهاية بيشكون بيات المنتخبات الأرجنتين وألمانيا نهاية 2014 وبدو بشي تعاوض نتعرف في 2014 قرزي يقضع على حلم كل مور شجعي ميسي بالهدف متاعه لكن المرسم الرئيس الوضع بش يكون مختلف والأرجنتين رسميا بطال الكأس العالم في 2020 حسب توقع لأينا الأرجنتين بيشكون هو بطال الكأس العالم بعد انساءف أن نهاية اルماية أنها مستحilt له السيناري وانساء الله أن سيلا fences destati معنا عم نيازي لأنه ويصير السينارير المغذية والأرجنتين بيشكون هي بطال الكأس العالم إذن ذلك clarify I mean think Unters up to a канале المانيا المركز الثاني لبرازيلي المركز الثالث abortion وللأسف لأرجنتين Yoctub Utd Dark one باش يودع مندر المجموعات إذا ندري يعني مش نحكيه وتسبحان أخي الناس لكل نتلقار في تحليل كلاس العالم معناه واستمحوا بكلاس العالم ينوش كونسخة كبيرة ياسر في قطر